مين يدرب الزمالك؟ السؤال.. يعني ديني شورتليست أقولك لا، ما أقصدش كده، ما أقصدش أسماء المدرب اللي جاي للزمالك، المفروض يشكله أعمل زي المعايير اللي مفروض تجيب بيها مدرب للزمالك أولا أنا في رأيي أن الزمالك لازم يخرج بقى من دايرة باتشيكو جروس كارتيرون يعني خلاص أخرج بقى برها ده الإكسابشن الوحيد، لأن ده راجل أنا في رأييي أنه هو راجل الأسطورة في مدربين جات مصر، لا يعني جوزي، موسيماني، فيلر، فريرا دي ناس ليها احترامها إكسابشن، يعني الموضوع بالنسبة لي وجهة نظر الفناية يعني رأيي أن أهم حاجة مدرب، أنت لما بتجيب بقى السيفي وانت بتبصى على السيفيهات مدرب يكون يلعب كورة الزمالك، لأن جمهور الزمالك متطلب عايز يلعب كورة إلى حد ما ما تبقاش الدفاعية قوي، الستايل الدفاعي بس في نفس الوقت يكون عنده المواصفات إن أنا أعمل تنظيم، ترميم للمنظومة الدفاعية لناتز مالك لأن المنظومة الدفاعية لناتز مالك فيها مشكلة كبيرة جدا طيب، لأهلي بقى أنا ممكن قبل الأهلي بس أقول لا، خلص، أنا بس أريد أقول حتة لأن أنا أحاس أن والله مش قصدي، طبعا هو كريم لي كل الاحترام ورأيه يحترم بس أنا مش شايف إن كان الظلم التحكيمي كبير قوي في المباراة النهاردة يعني شايف إن المباراة، أنا في رأيي أن القرارات، وجهت نظر بالزرط أنا وجد نظر إن الزمالك النهاردة، قرارين مؤسرين ضرب الجزاء وطرب هو بردو، هو بردو شايفهم إنهم ما كانواش ضربة جزاء وطرب وحتى بردو في حكام زي ما كان فيه مداخلة النهاردة، حد قال كابتن دوفيق، أنا آسف طبعا لي كل الاحترام، في بردو كابتن جادريشة كان شايف كل القرارات النهاردة سليمة لنتز مالك فأنا شايف يعني ما كانش فيه ظلم تحكيمي كبير قوي، ممكن نختلف نتفق، لكن في المجمل مش شايف إن يعني شفت النهاردة إن حاكم المباراة عمل مباراة جيدة يعني عظيم